مع عودة التصعيد العسكري وتقلص مساعد تهدئة التي رافقت التحركات الأممية في الفترة السابقة تعود المواجهات لتشهد تحولا آخر ولكن هذه المرة في مأرب المحافظة التي ما زال الجيش يخوض في العديد من مناطقها مواجهات عنيفة مع الميليشيا المعارك التي ترتفع وطيرتها من حين لآخر تركزت في مديرية سرواح منطقة التجاذب والتصعيد العسكري وآخر أهم مناطق مأرب التي يسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة منها المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قالت مصادر ميدانية إنها تركزت في عدد من المواقع منها وادي المخدرة ووادي الربيعة وإن هذه المواجهات جاءت بعد هجوم متكرر للميليشيا لمحاولة استعادة المناطق التي كانت قد سيطرت عليها قوات الجيش خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع التصعيد العسكري الذي اتخذ أكثر من شكل شنت طائرات التحالف أيضا غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا تركزت في سرواح وجبل هيلان وهي المناطق الواقعة في الجزء الغربي من المحافظة تصعيد جديد تشهده مختلف الجبهات وعودة أخرى إلى المسار العسكري المسار الذي باتت تتصاعد مشاهده مع كل بداية لعودة المسار السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة